اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التاريخ بعنوان مصر والقضية الفلسطينية اول حاجة هنعرف اهمية فلسطين بالنسبة للعرب طبعا يا ولاد ولد فيها السيد المسيح عليه السلام واسر يا اله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبها المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين وايضا موقعها الجغرافي المتميز تبدأ اولاد جذور المشكلة ان بريطانيا ادركت اهمية فلسطين او موقع فلسطين عشان كده اولاد سعد لتقييد فكرة اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين فاصدرت وعد عرفة بوعد بيلفور سنة 1917 وكان نصه انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين يوصف هذا الوعد بانه وعد من لا يملك لمن لا يستحق وعد من من لا يملك لمن لا يستحق بيلفور ده وزير خارجية ايه بريطانيا لو قال لك ما النتائج المترتبة على اصدار وعد بيلفور هتقول انشاء ادى ذلك الى انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين طبعا اولاد بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى تم وضع فلسطين تحت الاتداب البريطاني وبذلك كررت دول الحلفاء وضع فلسطين تحت الاتداب البريطاني مع تنفيذ بنود وعد بيلفور اللي هي طبعا انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين في مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو عقد بايطاليا وطبعا وضع فلسطين تحت الاتداب البريطاني طيب ايه يا اجراءات تنفيذ وعد بيلفور واحد السماح لهجرة عداد كبيرة من اليهود الى فلسطين الى جانب انتقال ملكية الاراضي الفلسطينية الى اليهود طب هل الشعب الفلسطيني وافق على الكلام ده لا طبعا يا ولاد كان ليه موقف وده ظهر ذلك في العديد من الحركات الوطنية زي انتفاضة 1939 وثورة 1936 بقيادة اللجنة العربية طيب بريطانيا يا ولاد عرضت القضية الفلسطينية على الامم المتحدة التي اوسط بتقسيم فلسطين الى ثلاثة اقسام زي ما انتو شايفين في الخريطة دولة عربية ودولة يهودية وتدويل منطقة القدس اي جعلها تحت ادارة دولية موقف العرب من التقسيم ده طبعا العرب رفضوا التقسيم لانه كان في ظلم كبير جدا ضد العرب وانحازوا للموقف الايه موقف اليهود ارتكب اليهود ابشع المذاب حدود الفلسطين زي مسبحة دير ياسينت موتوا فيها كثير من الاطفال والشيوخ والنساء واعلن اليهود قيام دولة اسرائيل بعد ما طبعا قامت بريطانيا بسحب قواتها واعترفت بها اول دولة تعترف بها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي طبعا بريطانيا امتنعت عن التصويت وعلنت سحب قواتها والغت الانتداب البريطانيا على فلسطين بالنسبة للحروب بين العرب واسرائيل هنجد اول حرب حرب فلسطين سنة 1948 ودي كانت اسبابها اعلان اليهود قيام دولة اسرائيل سنة 1948 واراد العرب انقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود ومساعدته على اقامة حكومة وطنية على ارضه احداث الحرب يا ولاد تمكنت الجيش العربية في البداية من تحقيق النصر على القوات الاسرائيلية غير ان الولايات المتحدة تدخلت وقامت بفرض شهر هدنة لمجلس الامن قالت شهر هدنة من اجل وقف القتال في خلال هذه الهدنة تمكن الاسرائيليون من التزاود بالاسلحة وعادت تنظيم قواتهم واستقنف القتال فظهر تفوق اليهود في جميع جبهات القتال طيب نشوف يا ولاد نتائج حرب فلسطين طبعا نتيجة حرب فلسطين اللي هي 48 هزمة العرب واستولى اليهود على جميع الاراضي الفلسطينية ما عدا قطع غزة تحت ادارة مصرية والضفة الغربية وبها القوات الاردنية وقسمة القدس بين العرب والايه واليهود طيب نتنقل الى العدوان السلاسي على مصر سنة 1956 قامت ثلاث دول يولاد اللي هي انجلترا وفرنسا واسرائيب بالهجوم على مصر سنة 1956 وذلك للأزاب الاتية ان قامت حكومة الثورة المصرية باعقد اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي لجلب الاسلحة اتنين مساندة حركات التحرر الوطني في الجزائر قامت مصر بمساندة الجزائر ضد الايه الاستعمار الايه الفرنسي مما اغضب فرنسا وقامت بالاشتراك في العدوان الايه السلاسي اخر حاجة لها تقميم شركة كنات السويس طيب ايه هي اسباب فشل طبعا العدوان ده فشل عاوزين نعرف بقى اسباب فشل هذا العدوان واحد المقاومة الباسلة من الجيش والشعب وصلابة القيادة المصرية وقوف الشعوب العربية الى جانب مصر تهديد الاتحاد السوفيتي بتدخل لوقف العدوان رفض الولايات المتحدة طبعا رفض الولايات المتحدة استخدام القوة في حل النزاع الى جانب تنديد الام المتحدة بالايه بالعدوان طيب نتائج فشل العدوان ايه بقى انسحبت القوات الانجليزية والفرنسية من بورت سعيد في يوم 23 ديسمبر ويعتبر هذا اليوم عيدا للنصر بالنسبة لبورت سعيد العيد القومي لبورت سعيد يوم 23 ديسمبر وانسحبت القوات الاسرائيلية من قطاع غزة وسيناء وتم وضع قوات للطوارئ ادركت الدول العربية الخطر الاسرائيلي واطمعه في السيطرة على المناطق الدول العربية فقامت مصر وسوريا بما عرفها بالجمهورية العربية المتحدة اتحدث سنة 1958 فقامت الوحدة وانتهت سنة 1961 قامت اسرائيل ايضا بالاعداد لعدوان اخر اللي هو العدوان الاسرائيلي سنة 1967 وذلك للاسباب الاتية ارادت اسرائيل جر العرب او استدراج مصر والدول العربية لحرب غير مستعدة لها فقامت بحجد قواتها على الحدود مع سوريا طيب ايه موقف مصر بقى قامت اعلنت مصر وقفها بجانب سوريا تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك بينهما ومطالبة القوات الطوارئ الدولية بين مصر واسرائيل بالانسحاب من بعض النقاط الحدودية وقامت مصر ايضا باغلاق او اعلنت اغلاق قليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية وذلك احكاما للحصار الاقتصادي الذي فرضاه العرب على اسرائيل طيب ايه موقف اسرائيل قامت اسرائيل في صباح يوم 5 يونيو سنة 1967 بعمل غارات مفاجئة على المطارات المصرية وادى ذلك الى تدمير المطارات النتائج بتاعتنا اللي هي هزيمة العرب واستلاء اسرائيل على كل من قطاع غزة وسيناء وهضبة الجولام بسوريا ومدينة القدس العربية والضفة الغربية لنهر الايه لنهر الاردن فقام مجلس الامن باصدار قرار رقم 242 بوقف الايه بوقف القتال اسباب هزيمة بقى العرب في 1967 او التفوق العسكري لاسرائيل وخاصة السلاح الجوي لاسرائيل استخدمت ايضا اسرائيل العنصر المفاجئة في ضرب المطارات المصرية وطبعا مساندة الولايات المتحدة بتصوير الموقع المصرية ونقص التدريب وعدم تطور الاسلحة المصرية كل ده صب في صالح اسرائيل وامونية الدول العربية بهزيمة كبيرة في 1967 طبعا يا ولاد موقف الامن مجلس الامن طبعا اتخذ قرار رقم 242 لسنة 1967 وكان ده نصه اول حاجة انهاء حالة الحرب بين اسرائيل والعرب واحترام سيرة كل دولة على اراضيها وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها سنة 1967 وحرية الملاحة في الممرات الدولية الى جانب انشاء مناطق منزوعة الايه السلاح كل دي كرارات مجلس الامن رقم 242 طبعا مصر وافقت على هذا الكرار غير ان اسرائيل طبعا رفضت هذا الكرار لانه مش في صالحها وامام تعنت اسرائيل اولاد اضطرت القيادة المصرية الى بدأت بقى مرحلة جديدة لاعادة بناء القوات المسلحة المصرية ومرت بمرحلتين هنشوف كده اول حاجة دليل على صحة العبارة تمكنت مصر من اعادة بناء قوتها المسلحة اللي هي نجحت القوات المصرية فيه واحد هزيمة القوات الاسرائيلية عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد وعرفت هذه المعركة بمعركة رأس العش ثانيا تمكنت القوات المصرية او الصوريخ البحرية المصرية من تدمير المدمرة ايلات ده مرحلة مرحلة التانية كده السمود والتصدي اما هذه المرحلة هي مرحلة الاستنزاف يبا اسأن بين مرت Mechan غير مرحلة مطاعا بناء القوات المسلحة بمرحلتين مرحلة السمود والتصدي اللي هي كان فيها معركة رأس العش وتدمير المدمير ايلات أما حرب الاستنزاف فده مرحلة تانية ويبا اسأل المرحلة التانية هي حرب الاستنزاف هنا ممكن يجيلك مازيكسر بحرب الاستنزاف هتقول هي حرب قمت بها القوات المصرية بهدف استنزاف طاقة العدو الإسرائيلي في سيناء في الفترة من 1969 ل1970 طب النتاج المترتبة على بناء مصر لحقت الصواريخ على الضفة الغربية طبعا منع اختراق الطائرات الإسرائيلي للأجواء المصرية كمان القوات المصرية كانت بتقوم بقصف خط برليف مما دفع الولايات المتحدة او رئيس وزير خارجية الولايات المتحدة اللي هي عرفة بروغرز وده طبعا آل مبادرة او تقدم مبادرة لوقف اطلاق النار لصالح اسرائيل يوبا اذا لما اقول لك بما تفاصل مبادرة روجرز تقول لانتيجة للكصف المستمر من قوات المصرية لخط برليف وتحصينات وفتدخلت الولايات المتحدة وقدمت مبادرة بوقف القتال عرفت بمبادرة روجرز خلال هذه المرحلة اولاد استشهد الفريق اول عبد المنعم رياض وده طبعا كان رئيس اركان حرب القوات المصرية وكان ليه دور كبير جدا في بناء القوات المسلحة في هذه الفترة وبعد كده عقب ذلك طبعا توفي الرئيس جمال عبد الناصر وخلفه محمد انور الايه السادات وكده نكون انتهينا من الدرس اتمنى ان تكونوا وفقتم في فهم الدرس والسلام عليكم ورحمة الله